اشتركوا في القناة والرياضة العراقي سبلات عزيز التعاون المشترك بين البحرين والعراق في الجانبين الشبابي والرياضي وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين البلدين وفتح المزيد من قنوات التواصل بين الجانبين والعمل على تأطير هذا التعاون بما يعود بالنفع والفائدة على منتسبي القطاع الشبابي والرياضي في مملكة البحرين وجمهورية العراق وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على أهمية تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق والدفع بها نحو مجالات أوسع متمنيا سموه لجمهورية العراق المزيدة من النماء مشيرا سموه في ذات الوقت إلى أهمية تطوير العمل الشبابي والرياضي بين البلدين وتطويرها إلى أفاق رحبة من التعاون البناء بما يلبي أمال وطموحات الشباب في البلدين من جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة العراقي بعمق العلاقات التي تربط بين جمهورية العراق ومملكة البحرين في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي مثمنا الجهود التي يفذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في سبيل الارتقاء بالحركتين الشبابية والرياضية في مملكة البحرين والتي حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة وأكد وزير الشباب والرياضة العراقية على أهمية تطوير علاقات البلدين الشقيقين في المجالات الشبابية والرياضية وتنظيم العديد من البرامج المشتركة في هذين القطعين الهمين والاستفادة من كافة الخبرات في كل البلدين